السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اليوم موضوعنا عن دمج الصور هل دمج الصور انت معه ولا ضد ونفس الوقت رح ناخذ شرح عملي عن طريقة تعديل الصورة دمج الصور يعتبر بالنسبة لكثير من المصورين فن في مجالات مختلفة دمج الصور يمكن مشكلة دمج صورة يعتبر طريقة معينة في شي مبالغ فيه في بعض الناس تدمج صور وما تكون على قدر من المكانيات وتخلط الحابل بالنابل في الدمج ولكن في دمج صور في بعض الفنانين يستغلون مثلا صور بالشخصية ويقدر يجيب صور مختلفة او اجساء مختلفة في الصورة يضيفها بطريقة احترافية يطلع بفن سواء كان خيالي او كان كركتير انا على تصوير الدمج الاخر نروح على دمج منظرين انا ما اقول التعريضات المختلفة لمشهد واحد ولا قنيب منظرين مشهدين مختلفين مشهد انا احتاج فيه مثلا السماء مشهد احتاج فيه اللي هي الطبيعة اللي موجودة سواء كنت انت في نهر او غيره هذه الظروف ما تخدمك في الوقت اللي انت تتصور فيه فرح قررت انك تتصور صورة ثانية او ديب صورة ثانية من موقع اخر وتعمل الدمج بطريقة يبين ان هذا واقع وهذا الشيء يعني مقبول لدى مرأة الناس اللي تشوف العمل فاذا كان سؤال الواحد فيكم هل انت معه ولا ضد انا انا مع اي تعديل يصير على الصورة يعطي جمال يضيف جمال ولكن هل انا مع المبالغة في هذا الشيء لا طبعا انا مش مع المبالغة في هذا الشيء لدرجة ان معظم مصورين اللي حبون يشاركون في مثلا خلنقو في احمانو في مسابقات دولية تلقاهم يوم يسئلونهم عن الروفايل يكون هنيه مثل ما تقول نوع من الارتباك لان الواقع اللي هو قدمه في الصورة العادية كان واو يومين على الاصل فيصير فيه اختلاف فدائما يقول لك تلقى من شروط المسابقات ان ما يكون التعديل تغيير في الصورة جوهرية قد يكون تعديل في اضاءة في الوان في بعض الامور البسيطة تمسح اشياء شوائب موجودة هاي اشياء مقبول فيها في التصوير هلونا نروح الحين للتعديل عمليا ونشوف كيف الطريقة انا بسطى لكم وجبت عمل خفيف جدا وسهل الدمج اما بالنسبة للتعقيدات فاخذوها انتوا على راحتكم بين فترة وفترة والتذوق اهم شيء وتناسق الالوان يلا نصير على العمل الحين ونشوف النتيجة عندنا هالعملين راح ندمجهم شوفوا العمل الأول العمل الثاني تصوروا في زوايا مختلفة راح نبدأ الحين نعدل ونختار الصورة الرئيسية اللي هي الصورة الرمل اللي تشوفونا اللي هي من الصحراء ونعمل سيلكشن على الجزء الأعلى لهذا السبب نقولكم دائما تأكدوا السما ما فيها شيء ونهتم في السيلكشن نتأكد انه حملنا سيلكشن صح بتشوفو هني نسبة تزيد نسبة اول ما تاخذ السيلكشن يعني حطها 34 عساس انه تكون نعطيك اكثر دقة في السيلكشن لاحظوا معانا خذت الحواف اللي في الرمل نفسه يعني من البداية الحواف اللي موجوده وخذنا السماء لاننا نحن نمسح المنطقة الأعلى النقطة اللي راح نعملها الحين ننزل الى اللي هو ناخذ نحط نسبة واحدة او اثنين نزيد المنطقة اللي احنا محتاجينها للضمان انه ما يكون في حواف ثاني غير الرمل نمسح دليت بالضغط على دليت احيي خلونا نشوف طريقة مرئية للصورة كيف تكون هاي مش مقبولة هاي لو كانت معلوضة كل راح يقول هذي دمج واقعي خلونا نشوف الحين بنزل العمل شوفون التعامل مع الصورة يجب ان يكون بالكير هاي نصيحة خطوات الكير جدا سهلة مثل ما قلت لكم تحاول تخليها على الغروب تميل الالوان طلع الشدو اللي موجود في الكير عندك ثلاث الوان رئيسية في الاخضر كل ما نزلت عكس يعطيك البنب سجي الأزرق يعطيك اللون البرتقالي نزلت تحت اللون الأحمر مثل ما تعرفين يعطيني اللون الأحمر للغروب أو غيرها شوفوا هذا حين الدمج صار على كل الصورة الصورة الأولى والثانية ولكن احنا محتاجين بس فقط صورة الرمل لهذا بنعمل ثلاث الالت وكليك للفواصل من بينها فيكون التأثير فقط على الصورة اللي نبرنا الحين أنا عندي الصورة بس المساحة اللي تحت اللي تشوفونها هذي وايد ما أخذه فأنا شو بسيب أنزل المساحة عشان أعطي للصورة نوع من الطبيعة أقربها للطبيعة تقريبا هذا الشي مقبول الحين راح أعمل بعد أتعامل مع الصورة color selection بختار الأماكن اللي تشوفون فيها إضاءة زايدة ولكن أنا عشان أبسطها ما بنسوي الهايلايت بنختار بالselect يعني أنا بها اللون بالضبط في الصورة وأبها زيت الإضاءة فيه عشان أعطي فيه تناسق ما بين الألوان بنرجع للكير ولكن يعني قبل أن نرجع للكير بنفس نعمل لير فاضي نخليه متصل بعد بالعمل الأول ونفتح اللي هو الكير راح نزيد الإضاءات في اللي هو في المنطقة اللي أنا احتجتها اللي هي الأساسية الأولى بعد ما زيت بحاول ألعب بالألوان وهي مش يعني رئيسي ولكن نقولكم تقدر أنت المهم تقربها من الألوان اللي شايفنا في الصورة الأولى اللي هي تحت اللي هي الألوان بنفس الجيلة هني الفذر لا تنسونا بعد أي تعديل كير تروح السويسلكت على الماسك وتعمل الفذر لحدد كبير يعني رقم كبير تاخل فوق الميتين لأنه لا يبين عندك في الحواف هالات معينة تكون مرئية ويكون الإنسان عارف أنها التعديل بالنسبة لي أنا اطمنت أن التعديل هذا أوكي الحين راح أدمج الصورتين مع بعض عشان أتعامل في الكاميرا رو وأعدل من خلاله فدمجت الصورتين الحين عندي 2 اوبشن كان يتعامل الحين مع الكاميرا رو أو حتى أضل على عمل سيليكشن وعمل اللي هو الاعتيادي بالألوان والتعديل ولكن عشان نبسطها راح نتعامل مع الكاميرا رو الصورة ككل راح أخليها بلون أزرق على اساس أن اللون هو الليل وبنفسجي شوية أزيد الإضاءة للوان بتعامل في اللون الأصفر أخلي زيادة هايلايت لومنستي دائما يزيد لك لضاءة يعني يقلل اللي هو دارك ويخليها أزيد بلون معين يعني نما تختار لون لون فقط معين يعني حين تشوفون أنتو التعديل بها البساطة كان التعديل والنتيجة اللي طلعت مثل ما أنا عرضتها على صفحتي في الإنستغرام كذلك عرضتها على بعض اللي هو الحساب في السنابجا ما في شيء كبير أنا تقريبا الحين إذا أبا أسوي مثل ما تقول لمسات أخيرة إضاءات هذا يعود للمصور وتعديله فأنا أشوف إنه ما تحتاج إذا ما تحتاج راح ألغيها إذا زاد اللون بلغت يعني تشبع لوني ألغي التعديل هذا وفي النهاية يعني أنا تشوفوني حين أنا أسعمل ماسك للموضوع ولكن أنا أقول لكم هذا ما يحتاج في النهاية أحب أقول لكم إن التعديل بطريقة جدا بسيطة أتمنى الدرس هذا فاتكم وأتمنى الشرح كان بسيط وسهل مثل ما أبعدكم وإذا أعجبتكم الحلقات تسجيل في القناة شي سعدني ونشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة مع السلامة ونشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة